السلام عليكم اليوم جيت ندير واحد الفيديو ردا على بعض الأكاذيب اللي كيوجوها بعض الأشخاص في حقي وكون غير هاد الأشخاص اللي صرحوا في هاد الفيديو اللي في الجريدة ما كينتا محتلش حزب ولكن راهم مدفوعين بأموال باهدة من طرف الحزب المنافس بنفس الجامعة أنا را ما كنتا مميش لدك' الحزب اللي في جماعة بوشان أنا عضو بجماعة أخرى بعيدا على بوشان أنا ما عندي حتى علاقة بوشان حاليا بغيت نعرف هاد عون السلطة اللي في جماعة بوشان اش منع علاقة عنده بهاد الأحزاب واش عون السلطة عنده الحق باش �نخارط في أحزاب المنافسة في جماعة بوشان انا هاد الناس اللي تاهموني دخلت في هاد عون السلطة طنوبيليiczي�리 واش مكين demain خبرة في هاد البلاد واش مكينش المخزن الحمد لله ركين السلطة في البلاد. كيل مخزن في البلاد. رمي مكنش انا يا غادي النوض وغن ضرب واحد. طانوبيل واشه الطانوبيل عندي انا يا هاي باقع حاليا هنا كتواجد كالدور في بوشان. ممشت لتشي بلاسة ممشت عالتشي طولوري وندير الخبرة ومستعد ندير الخبرة في اي بلاسة. الحمد لله احنا في هاد البلاد الامن والامان في عهد جلالة المالك محمد السادس نصره والله. من هاد المنبر كنوجه هاد الرسالة العامي الاقليم الرحامنا. باش يتدخل في هاد المشكيل ليعون السلطة كيشجع الاحزاب المنافسة وكيدير تجمعات الغير القانونية بالقرية الجديدة. اللي كان عرفو احنا اعوان السلطة التابعي الداخلية ما عنده محتشي علاقة بشي حزب. ومن هاد البنبر غادي نوجه شكاية الى السيد وزير الداخلية من اجل هذا الامر. السلام عليكم اخوي انا جيت اسمعت شي اكاديب في واحد الفيديو بغيت نوضح بان الناس كانوا صحاب للشيخ ولا ولا عائلة الزرارة كانوا صحاب كانوا مشاركين في التجارة في كل شي. ولكن دخلوا دخلت الشي الفيتان دي الانتخابات يدرت المشاكي الكاملة. احنا ما بغناشنا نشاء الله بغنال البلاد دخلوا ناس شاياطين دخلوا دروة الفيتان. السلام عليكم انا شاب من شباب بوشان. اذا ما نشوفه في دابا ما كيبشر بالخير هذه الخصومة و هذه المشاكل الواقعة دابا ما كيبشر بالخير. احنا بغنال البلاد تزيد القدام وبغننشوفها احسان وبغننشوفها احسان وبغننشوفها اه قرية اشتركوا في القناة